السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم مبرمج احمد محمدي وحلقة الجديدة النهاردة عن كورسنا كورس تعلم تستخدام تكنولوجية ASB.NET وابكور والنهاردة هنتكلم عن الباتش فاخليكم معنا خلال الكورس بتاعنا الحلقات اللي فاتت استخدمنا الباتش ماشي اهو عن طريق الطريق الطب انا دلوقتي عاوز استخدم الباتش ماشي الفرق بين الباتش الفرق هو الاستخدام الاستخدام بتاع الباتش هو اللي بتبيق عن طريقه انت بتعمل تحديث لكل البروبارتيز بتاعة الايه السنجل رو اللي انت مستخدمه ماشي لكن الباتش انت ممكن تابديد لسنجل بروبارتي بس او بتبعت سنجل بروبارتي بس من الايتم دوت عشان تحدسه مش كل الايتم ماشي ويعني اه في الباتش كمان انت ممكن تعمل ملتبل اه ترانزاكشنز يعني ايه يعني تريف كزا ترانزاكشن لكزا بروبارتي يعني تعد الواحد وبعد كده تمسح التاني او تضيف حاجة في واحد وتعمل حاجة في التاني المهم يعني انت ممكن تعمل كزا حاجة وامرين مختلفين مثلا تبعتهم عن طريق الباتش فالباتش له استخدامات ايه كتيرة تعالوا نجرب الباتش واحنا بنجرب حرفهم اكتر المزايا اللي بيقدمها والفرق اللي بينه وبين البوت تعالوا في البداية نضيف اه بروبارتي جديدة داخل الكلاس اللي اسمه كاتيجوري ده ولكن اسمه نوت ماشي هنقلو هنا public string وهنا خليه اه نالابل وحنخليه ايه ماشي وفعروا ايه ماشي ودن حصل التعديل اللي احنا كنا عايزينه ماشي واصبح الكاتيجوريز بتاعتنا فيها حاجة اسمها نوتس او ملاحظات اوكي تعالوا بقى نشوف الباكيجز اللي احنا محتاجين نعمل لها انستول عشان نشغل الجيت باتش ماشي احنا نروح على منج نيو جيت ماشي ونروح على براوز هنيجي هنا ندور على باكيج اسمها جيسم باتش اوكي هي ديت ونتأكد بس ان احنا على اللي هو السبع بوينت عشرة ونقول له انستول هنا ماشي ونعمل له ايه انستريش اهو انستول اكسبت ماشي والباكيج التانية هنيجي هنا نكتب نيو تون صوفت جيسم ماشي نيو تون صوفت جيسم اهية ديت ماشي نفس القصة برضو ننزلها للاست ستيبل ماشي ونعمل انستول طبع لو انت بتستخدم تمانية مش محتاج تعمل الاست ستيبل اوكي ندوس ابلاي اكسبت تمام كده كده نزلنا الباكيجز بتاعتنا ماشي تعالوا بقى نشوف هنستخدمها ازاي ونبني الباتش بتاعنا ازاي هنحتاج بقى نانجيكت السيرفز بتاعتنا فحنيجي هنا على ماشي وندوس دوت اد نيو تون صوفت جيسم تمام كده عشان ايه تشتغل معنا وبعد كده هنرجع على بتاعنا تاني ممكن بقى بعد كده ناخد بوت بتاعنا دوت كنترول سي ونجي هنا كنترول في ماشي وينسب ميه ابديت كاتيجوري باتش ماشي وهنا اتش تي تي بوت هنخليها اا اتش تي تي بي باتش ممكن نغير بتاعها احنا حننبعت لها برامتر هو الاي دي ماشي ونخليه نهو قد كده نخلي ده هنا نمسا حدا طبعا الكاتيجوري ده ماشي معناش هنستخدمه لان احنا هنستخدم حاجة اسمها جيسم باتش دوكمونت ونحدد له هنا ان ده فروم بودي وبالنسبة للاي دي بتاعنا ننزل ده سطر كمان كده عشان الناس تشوف ماشي ننزل لين كمان كده وهنا ال انت الاي دي بتاعنا ممكن اقوله هنا ده فروم راوت تمام كده خلي الاي دي ده هنا ماشي عشان نلاقي الكاتيجوري بتاعنا ماشي ولو ملاقهوش هيبه هنا بيرجع الاي دي ماشي وبعد كده امسح الرو ده كده وهنستخدم هنا الكاتيجوري اللي جاية وهنستخدم حاجة اسمها ايichtlich وجانبه كده ان انا نسيت اجينارك المودل بتاعي هنا فالمودل بتاعي اللي هو الكاتيجوري امه اي كنترل انتر اه ه texto بيكون جسون باتش تمام كده نسيت احط الجينارك بالد dinner وهن يجي هنا كنترول تو ماشيه. هو اه فيه هنا كان منسي اللي هو على الكاتيجوري بتاعي بدل ما بحط الكاتيجوري بتاعي على طول. تمام كده. وبس كده انا عملت ايه التاسك بتاعتي. طبعا ال from route دي ما استخدمناهش قبل كده. بس دي معناها ان انت هتاخد القيمة من route بتاع بتاعي اللي هو الكويري بتاعي اللي حكت فيه بتاعي زي بالزبط هنا. طبعا هنا انا ما كتبتهش هو فهم لوحده انها بس هنا انا عشان استخدمت بقى فاقوله ده ايه وممكن هنا نيجي هنا ونحط هنا او ويت. تمام كده. طيب. تعالوا بقى run ونشوف هنشتغل ازاي مع الشكل دوت من ايه من المزل. هادي سورجر فتح. هتلاقي في ايه اند بوينت جديدة لكاتيجوريز بتاعتنا. طبع اسمها ايه باتش. اوكي. تعالا كده. يقول لك دخل الاي دي. بس انا مش هدخل الاي دي بقى وحباتش كده. هو تشوف هنا بص. هططلع كده الاسكزامبل اسكيما بتاعتك ازاي. from وفاليو وباس وبتاع على انا تعالى. نستخدم مرة واحدة. عشان ايه نتعلم ازاي نبعد الحاجات اللي زي ده. عشي هنروح على بوست مان. نحو ادي بوست مان. خلينا نغير البوست بتاعنا. ليه باتش. ماشي. ونخلينا مسلا نشتغل على الايتم رقم اثنين. اوكي. هنيجي هنا للبودي. ونبدأ نكتب ايه الباتش بتاعنا. هنا هو. نمسح البودي القديم ده اللي كنا عاملينه عشان القطر الدايتة بتاعت او البوت. وحنعمل ايه المرة دي. هنعمل الري اوف اوبجيكت. تعالى نرجع بقى لسواجر. ماشي. هتلاقيه هنا عامل ايه. او بي. نوع سترينج. باس نوع سترينج. اوبريشان تايب نوع سترينج. فروم نوع سترينج. وفاليو نوع سترينج. تعالى ناخد الاو بي ده الاول. كنترول سي. ونروح بي لبوست مان. سوريا ياسف. مفروض افتح اوبجيكت. لان هو بيقبل الري اوف اوبجيكت. ماشي. اول حاجة. كنترول في هنا جده. الاو بي ده معناه اوبريشن. ماشي. يعني ايه العملية اللي انت عايزها. ماشي. فهنقوله هنا ريبليس. اوكي. ريبليس يعني بدلي. ماشي. تاني حاجة هنستخدمها الباس. ماشي. هنروح كده. اهو الباس. ونوعه برضو ايه سترينج. كنترول سي. كنترول في الباس دوت. الباس دوت. بالزبط كده اللي انت عاوز تعمل لها ايدت. اه في الباتش بتاعنا. فتعالوا كده. بنرجع هنا. انا عاوز ايدت. البروبرتي في الكاتيجوري اللي اسمها نيم. ماشي. اهو. كنترول في. نيم. بلا ايدي اتنين. انا حبا. حبا. حباس. او هادت. البروبرتي. اللي اسمها نيم. تالت حاجة بقى عشان نجربه. لو رجعنا تاني هنا. الفاليو. ماشي. الفاليو ده بقى. هنا. اللي هو القيمة الجديدة اللي هتتحط في النام. فمسلا هنحط هنا. باتشد. باتشد. يعني ده باتشد نيم. اسم جديد. اوكي. هنعمل بقى سند. اهو. هلاقي ايه. غيره. وخلاقي ايه. باتشد نيم. ماشي. يبقى عمل التعديل ايه. اللي احنا عايزينه. طب ماشي. تعالوا نرجع كده للجت. ونشوف. فعلا. اهو. باتشد نيم. طبعا النوتس ده اللي احنا ضفناه في الاول. عشان لسه دوره جاي دلوقتي. طيب. انا عايز دلوقتي اعدل كمان النوتس. ماشي. ممكن اخد ده كده. كنترول سي. وعمل كومة. حط اوبجكت تاني. ماشي. يبقى عدد اتنين اوبجكت. وهنا. هغير كلمة. الماشي. ماشي. وايه اقول له انا محتاج النوتس. سي كنترول في. النوتس. وعاوز اخليها ايه. نيو نوت. مسلا. اي قيمة. اوكي. باتشد برضو. اوكي. وهاجي هنا. طبعا عشان الراود بتاعي. اول حاجة نغير الطيب. اللي هو هيبقى باتش. وهنا هنقول له رقم اتنين. وهنقول له سند. تمام كده شايفين. رجع لنا بالقيمة الصح. غير لنا النام. وغير لنا ايه النوت. بصهم. تعالوا كده في صفحة كده هاسبها لكم في سحة الفيديو. اه عن خلاس اللي اسمه جيسون دوت. جيسون باتشد دوكومنت. ماشي. ومحطوط فيها هنا لو نزلنا هنا الابريشن. دولة الابريشن اللي مسموح لك تعملها. اد. ريموف. ريبلاس. موف. وكوبي. وتست. فكل دي اوبريشن بيعملها الباتش. ما بيعملهاش ايه البوت. طبعا اد ممكن ت اد بروبيريتي تو الري اف المنت. يعني انت ممكن تدهو خل بروبيرتي تالية. بس طبعا مش هتستخدم الاستخدام اللي احنا بنستخدمه ده. ريموف. ريموف ابروبيرتي فروم ان اري المنت. هتشيل البروبيرتي من الاري المنت بتاعنا. ريموف. حطر بليس القيمة بتاعتها. وموف. حطر بليس القيمة بتاعتها. ماشي. وده هنا ده دوكومنتيشن عليها. يعني اتمنى الناس ايه تشوف. تعالوا نجرب اه حاجة تانية. تعالوا كده. نغير بليس دي مسلا بريموف. ماشي. طبعا هنا مش هحتاج فاليو. لان انا كده كده. بريموف الفاليو. ومش بقى مش بقى ده. ونعمل سنت. وهترجع لنا ايه القيمة بنال تاني. تمام كده. معلش طولت عليكم الحلقة ديها. بس عشان نشرح الباتش. اه عشان تفهموه. عشان لما هنكبر الكلام في المشاريع في الحلقات اللي جاية. الناس ماتتوهشي مننا. ياريت اللي عنده استفصال من اي نوع. يسيوه في الكومنت سبوكسة الفيديو. واتمنى الناس ادعموا القناة بعمل لايك وشير وسبسكرايب. في النهاية متمنى لجميع التوفيق. كان معكم المبرمج احمد محمدي. والى اللقاء في حلقة القادمة. ودومتم في رعاية الله وحفظ.